بسيوني خليني ابدأ مع حضرتك بمباراة الاهلي المباراة الاهلي وتعادل اجابي ما بين الفريقين في ذهاب الدور النهائي لدورة ابطان افريقيا نادي الاهلي وداد البيضوي المغربي شايف النتيجة دي ازاي والله يا اسلام لو شفت المباراة حتلاقي مباراة الاهلي عمل فيها حاجات كتير جدا يمكن ان انا كان له افضلية طوال الميت دي اللي تلعب طوال الوقت هو بيحاول انه يهاجم سواء من العمق او من اللجناب عمل كل حاجة في الكورة بس فاضل حتة التهديف التهديف ما كانش وليد ازاره في حالته الطبيعة اللي كان عليها في مباراة الترجي نفس الحال بالنسبة عبدالله سعيد بالنسبة اللعيبة كتيرة كانت في المباراة رغم من اداءهم ومحاولة اداءهم انهم بيحاولوا انهم ويجتهدوا انما كانت الحتة الاخيرة فارق مع النادي الاهلي حاجة يا اسلام بعد الهدف الفرصة بتاعت وليد ازاره فرصة وليد ازاره دي ما باعتبرها ان دي لو تحطت الهدف التاني بعد الهدف الاول بحوالي دي اتين تلاتة كانت النتيجة اختلفت تماما وكان الوضع اختلف تماما فرصة دي فرقت جدا ثانيا التغييراته طبعا كابتن حسام له كل الحرية وكل الاحترام في في مرعبه ان ما احنا بنتكلم من خلال رؤية يعني انا شفت ان وليد بعيد عن حالته الفنية تماما وليد ازار ازار لو انا شفت ان اجايي كان كمل في رأس الحربة واستعنت بواحد من تحت رأس الحربة وكان وليد سليمان بس وليد ممكن كنت زودت الناس اللي هي اللي تحته كان اجاييه كان قام بدور وليد كان له بقى عندي افضلية اكتر لان انا عندي عشر لعيبة من الوداد واقفين متمركزين تمركزات جيدة بس دايما الاهل عودنا ان النتيج دي ما بتفرقش معاه يعني حتى مباراة العودة الترجي برضو كل الناس قاعد يتقول مع ان الترجي انا عندي في غوية نظري انه من اقوى الفرق اللي قابلها النادي الاهل في خلال هذه البطولة ترجي فرق القوية جدا جدا وافضل بكتير جدا من الفرق يمكن الوداد على مستوى تنظيم الدفاعي بس ده حاجة سهلة جدا في كورة القدم اسهل حاجة في كورة القدم في تنظيم الدفاعي ان انت ازاي تنظم العشر لعيبة بتوعك دفاعيا احنا شفناهم منظمين دفاعيا ومشفناش في طوال تسعين ديئة الا تلت هجمات مرتدين منهم الهدف اللي جاء بطريقة يمكن صعبة يعني لو اتكررت مرة في اتنين مش هتيجي تاني فبالتالي الاهل عنده افضلية لان دايما الفرق دي في مباراة العودة هي خلاص ما بتدورش على نتيجة بقدر ما بتدور ازاي تتغلب على النادي الاهل في النهائي وده بيدي النادي الاهل فرص هو محتاجة ايه الفرص انه بيخلق عنده مساحات كبيرة جدا في الخطوط الخلفية اللي عند النادي الاهل من الامكانيات الفنية انه يقدر يوصل عنده السرعات وعنده المهارة فبالتالي مباراة العودة دايما الفريق اللي دايما صاحب الارض هو بيحاول انه يفوز بالبطولة بمكسب انه لو دور على المكسب في المباراة العودة هيدي افضلية كبيرة النادي الاهلي وهيدي مساحات وهيدي مساحات النادي الاهلي لما بتخلق المساحات وتتواجد المساحات بيقدر يوصل لمرمى المنفسين افتكار